أزمة كورونا التي نعيشها الآن في هذه السنة والسنة الماضية في 2020 أورثتها الكثير من التأثيرات والتغييرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية أدخلت الكثير منها في دوامة الخوف، دوامة التوتر، دوامة الوجل الأضطراب التي عاش هو البعض منه فهل هذه الأزمة لها شبيه أو مماثل له في الحضارة الإسلامية أو تاريخ حضارتنا العربية الإسلامية؟ أهلا بكم في خفايا السجل أصيب العالم الإسلامي في القرن الثامن الميلادي لمدة قرنين من بعد هذا الزمان بشي يسمى الوباء العظيم أو الفناء الكبير هذا الفناء هو مجموعة من الأوبية أو طاعون اجتاح العالم الإسلامي خصوصا في منطقة الشام ومنطقة مصر وشمال الجزيرة العربية وفتك بتلك المنطقة فتكا على مدار 200 عام من ذلك الزمان السمارة في القرن الثامن وأيضا قرن التاسع ودخل القرن العاشر وما زالت الأمة الإسلامية العربية في ذلك الزمان تأنم من وطأة هذا الوباء الشديد الذي فتك بأعداد مهولة من المسلمين هذا الوباء هو الطاعون والطاعون كما يقول الأطباء هو وباء بكتيري معدي فترة حضانته يتسمر من 2 إلى 5 أيام تغريبا يصاحب الطاعون ارتفاع عالي في درس الحرارة وأحيانا التقيئ بالدم والتورمات والدمامل تظهر على أجزاء متفرقة بالجسم مثل الأبط وأسفل القدمين وغير ذلك وأكثر المناطق التي تضررت من هذا الوباء العظيم والفناء الكبير هي المناطق التالية كدمشق حلب القدس نابلس وجنين والرملة وأيضا جزء من القاهرة والاسكندرية وشرق مصر هذه الموجة لا تنفك تغيب حتى تعود فكانت تغيب 10 سنوات ثم تعود بشكل أقوى ثم تغيب 10 سنوات ثم تعود بشكل أقوى لاحظه المريخون وأصحاب تاريخ الطبي بأن هذه موجة غريبة يعني استمرت مدة 200 سنة تغيب 10 سنوات ثم تظهر مرة أخرى فكانت جدا كانت فترة مخيفة لعامة الشعوب العربية والإسلامية في ذلك الزمان دعونا نتحدث عن كيفية وصول هذا الوباء إلى العالم الإسلامي يقول علماء التاريخ أن هذا الوباء وصل عن طريق التجارة لم تكن الدولة إسلامية وفي عهد الممليك في ذلك الزمان لم تكن تهتم في قضية الحدود وإدخال القوافل التجارية بدون تفتيش كانت تدخل هذه القوافل كانت تحمل في بعضها بعض الأوبئة بعض الأمراض بعض الأمراض المعدية دون تفتيش أو دون رعاية صحية المكثفة في ذلك الزمان بما يتوافق مع قدراتهم فدخلت هذه الأوبئة بلاد الشام ثم انتشرت إلى الساحل الشامي ثم دخلت إلى مصر عن طريق التجارة في إحدى الروايات التاريخية أول ظهور لهذا المرض كان في دمشق سنة 784 في عهد السلطان برقوب ثم ظهر أيضا في حلب في سنة 795 الهجرة وكان يقتل يوميا خمسمائة رجل كان حصاد هذا الفناء أو هذا المرض يوميا خمسمائة رجل وبحصيلة نهائية في هذه الفترة 150 ألف مقتل ويعني رجل قتل طبعا الرجال والنساء وأطفال قتلوا في هذا المرض الذي ظهر في حلب في سنة 795 غالبهم من النساء والشيوخ والأطفال ولذلك سمي الفناء الكبير وعاد بقوة أيضا في سنة 812 ودخل إلى حمص ودخل إلى طرابلس وأيضا يذكر المقريزي أنه قد توفي سبعة ألاف طفل في وضون ثلاثة شهر وهذا أمر جدا خطير بعد ذلك اختفى ثم عاد مرة أخرى بموجة جديدة سميه بموجة طاعون الشباب ما معنى كلمة طاعون الشباب أن هذا الطاعون كان يقتل فئة الشباب بشكل ملاحظ جدا كان يتجنب الأطفال قلت وفيات الشيوخ والنساء كان يقتل فئة الشباب من البنات والشباب بهذه الفئة العمرية حتى قتل الكثير من هؤلاء الشباب في مدينة حماة وسميت حماة بمدينة الأشباح لخلوها من السكان ويذكر المقريزي أيضا أنها جاءت موجة من هذا الوباء في سنة 831 الهجرة تجعل الشاب أو المريض يموت بدون أي أعراض سابقة فكان يمشي النسان في شوارع حلب وشوارع دمشق ويرى الناس تتساقط أمامه دون وجود أعراض هذا يذكرها المقريزي في سنة 831 حتى بلغ الوفيات في غزة 4000 وفات في سنة 902 بيروت أصبحت مدينة تشباح لكثرة ما قتل فيها من النص حتى هجروها وسميت مدينة تشباح في ذلك سنة 902 أصبحت بيروت مدينة تشباح لكثرة ما قتل فيها وظهر فيها الجدري والجرب حتى أصبح الناس من كثرة ما يخدش جلودهم من هذا الجرب أصبحت الدماء تسير من أجسادهم حتى قتل كثير منهم وعند الحديث عن الأثار الاجتماعية لهذه الأمراض وهذا الوباء الكبير الذي حصل في القرن الثامن إلى انتهاء القرن العاشر نقول أن من الأثار أنه سبب ربك في الكثافة السكانية قبل هذا المرض كان المدن الشامية ومدن مصرية تعاني من مثلا اكتراض بسكان كثرة سكان أو يعني مثلا عدد معينة كثافة سكانية أصبحت بمرور السنوات أصبحت بعض القرى وبعض المناطق خالية تماما من السكان حتى سموها في التاريخ مدن أشباح كحمات وأيضا بيروت وهذا من الأمور التي حصلت سببت خلل في الكثافة السكانية ويقولون أن لكثرة الوفيات لم يجدوا أماكن لدفن الناس فأصبح يدفن الناس في الأنهر والبحار وغير ذلك يعني هذا يدل على أن الناس لم يستطعوا حتى دفن موتهم وارتفعت تكاليف الدفن إلى أعلى الأسعار فكان الإنسان الذي يريد أن يحصل كفنا أو يحصل فأسا فكان يدفع الأموال الطائلة حتى يحصل هذا الأمر وأيضا لاحق هذه الفترة مجموعة من المظاهر والسلوكيات المجرمة كالجريمة، الظلم، انتشرت السريقات، القتل، تعاطي المسكرات الغلاء الفاحش، ارتفاع تكلفة دفن الموتى حتى أكلت الحيوانات بجتثة هذه كلها حصلت في قرن الثامن وقرن التاسع وفي نفس الفترة انتشرت سبحان الله لعلها ملازمة لها انتشرت قراءة التنجيم وقراءة النجوم وقراءة الفناجيل وأيضا الخزعبلات وتعبير الأحلام والشعوذة والسحر لوجود نوع من الاضطراب النفسي لدى هؤلاء الناس لهذا العزل يعني حتى العزل والحجر الصحي كموجود وحتى العزلة يقول أحد المريخين أنه انتشر في ذلك الزمان العزل وكان الإنسان يعني يحادث الرجل عن بعد حتى لا يصيبه وهذا الوبام فأصبح الناس يفترقون وأصبح الناس يفترقون في الأسواق ويفترقون في الشوارع وحتى في البيت الواحد يفترق الإنسان عن أخيه بسبب هذا المرض نقول أن الحكومة الإسلامية وهو عهد المماليك هي بدل الجهود نذكر بالتاريخ أن بدل الجهود واستعانت ببناء مستشفيات ميدانية بمارستانات ميدانية في غزة وكذلك بلاد الشام وأيضا مصر لكن الظروف كانت أكبر حتى من جهود الدولة حتى دعت الدولة إلى أن يقوم التجار ببدل أموالهم لمساعد دولة في الاتيام بأطباء ومرضين من شتى قطار العالم الإسلام وزيدكم من الشعبات حتى الأطباء المستوردين وحتى الوافدين الذين أتوا إلى الشام وإلى مصر من الأقطار الإسلامية لم تمر عليهم أسابيع وأشهر حتى قتل معظم من الطباء ومعظم المرضين وأصبحت الدائرة تدور وتدور وتدور وليس لها أي حل حتى يقولون في التاريخ أن كثير من أصحاب المزارع والقصور من التجار الموجودين في الشام تركوا قصورهم ومزارعهم وباعوها بأبخس الأثمان وتركوها وأصبحت قصور موحشة يقول لحدهم يذكر كطرفة أن كثير من الفقراء اشتروا هذه القصور وتركوها لأبنائهم حتى بعد مئة سنة ومئتين سنة عادت إلى هذه العائلة وأصبحوا أثرياء بعد مئتين سنة نأتي الآن إلى اللجوء الجماعي ذا يذكر رحالة ابن بطوطة عندما دخل دمشق في هذه الفترة يقول ابن بطوطة عندما دخلت إلى دمشق وجدت أمرا عجبا وجدت أن المساجد والكناس ومعابد اليهود كلها مكتظة بالسكان وكل أهل دين رفعوا الكتاب المقدس على رؤوسهم ويدعون الله عز وجل فاليهود يدعوا الله والنصران يدعوا الله وكذلك المسلم يدعون الله كلهم دعوة جماعية بالغوث السمائي حتى ينجيهم من هذا الوباء فكان حتى الدولة كان الأمراء والوزراء والحكومة والأفراد والشعب والأديان كلهم مجتمعين في أماكن العبادة يدعون الله عز وجل للخروج من هذا الوباء الكبير كما ذكر في المدار الأنفي المصادر الربية ببلاك ديث السبب كما قلت أنه عبارة عن وجود كثير من التجار الذين أتوا من بلاد البعيدة كبلاد الشرق آسيا وكذلك الهند وأيضا بلاد الأوروبية التي لم تكن يعني ذا شأن في قضية النظافة وذا شأن كبير في قضية التعقيم وغير ذلك أتوا إلى هذه الديار العربية وأورثوا لها الكثير من الأوباء عند حدوث الأزمات يجب أن يجتهد الجميع لمواجهة هذه الأزمة تتحد الدولة يتحد الأفراد تتحد معهم المؤسسات وجمعيات النفع العام وجميع طياف الشعب الواحد لمواجهة هذه الأزمة فعند التعاون وعند التكاثف يكون بعد تقدير الله عز وجل مواجه فعال لهذه الأزمة وسوف تمر الأزمة على خير كما مرت في ذلك الزمان البعيد نلخاكم في خفايا سجل اشتركوا في القناة